رحب معالي الأمين العام للأمم المتحدة سيد بانكيمون بالخطوات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدح حفظه الله ورعاه وبنهج مملكة البحرين في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقص الحقائق وباعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي في جنب مؤكدا دعمه لمملكة البحرين في مواصلة مسيرة التطوير والإصلاح جاء ذلك خلال اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بمعالي سيد بانكيمون الأمين العام للأمم المتحدة على همش الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة كما استعرض معالي وزير الخارجية خلال الاجتماع ردود مملكة البحرين على توصيات المراجعة الدورية الشاملة وما تضمنته من توجهات إيجابية للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان مشددا حرص مملكة البحرين على المضي قدما في الارتقاء بحقوق الإنسان الذي سيظل من الأولويات لحكومة مملكة البحرين كونها من المتطلبات الأساسية التي يكفلها الدستور مؤكدا في الوقت ذات على كفالة حرية التعبير السلمي ضمن حدود الالتزام بسيادة القانون واحترام المؤسسات الدستورية كما تبادل الجانبان وجهة النظر حول أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة المسائل الإقليمية والدولية الراهنة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وعمالية السلام ترجمة نانسي قنقر